دلوقتي مشاهدين بعد مجازل أهم الأخبار مع دينا شكرا لك شازلي التامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرنيتش مجازل أخبار من التفزيون المصري أهلا بكم شاركت مصر في الاجتماع الوزري بإسبانيا حول القضية الفلسطينية والذي أصدر بيانة مشتركا تضمن المطالبة بإعادة السيطرة الكاملة لسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود والانسحاب الكامل لقوات الإسرائيلية من غزة وممر فيلادلفيا ورحب ممثل مجموعة الاتصال الوزاري المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وممثل كل من أيرلندا ونرويج وسلفانيا وإسبانيا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو الماضي كما جدد البيانة التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيرييل رامافوزا أن بلاده مصممة على متابعة قضية الإبادة الجمعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل لدعم قضيتها ودع رامافوزا إلى وقف الإبادة الجماعية وتنفيذ وقف الإطلاق نر فضلا عن إعادة المحتجزين استشد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة وأكد الدفاع المدني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تأوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس مما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في مدينتي غزة ورفح الفلسطينية كما أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تأوي نازحين في مخيم جبلية شمال القطاع مما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين وأشارت الوكالة إلى أن ستة فلسطينيين آخرين بينهم ثلاثة أطفال وإمرأة استشهدوا في قصف الاحتلال لمنزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتل لن ينتصر في الحرب على أوكرانيا جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مار وفي السياق نفسه بكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستار مار عبر خلال اجتماعهما عن القلق بخصوص إمداد إيران وكوريا الشمالية لروسيا بأسلحة وصفاها بالقاتلة في حربها الدائرة مع أوكرانيا حذرت الأمم المتحدة من استمرار تقديم المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة والذخيرة لقوات الأوكرانية بشكل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقانون الدولي وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إنه يجب أن يكون أن ينقل الأسلحة والذخيرة متوافقا مع الإطار القانوني الدولي المعمول به بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تفرض في بعض الحالات عقوبات وتدابير تقييدية على مثل هذه التحويلات وأشارت الممثلة الأممية إلى أن شحنات الأسلحة تضمنت أسلحة تقليدية ثقيلة وذخائر وأنظمت صواريخ أعلن الجيش الأمريكي أن أربعة من قادة تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في غارة مشتركة مع القوات العراقية في غرب العراق في 29 من أغسطس الماضي وأوضحت القيادة المركزي الأمريكي أن الغارة أصفرت عن مقتل 14 من عناصر التنظيم الإرهابية مشيرة إلى أن أحد القاضاء الأربعة الذين قتلوا هو أحمد حامد العثاوي كان مسؤولا عن جميع العمليات في العراق ورياضيا فاز منتخب مصر لكرة اليد للشباب في ربع نهائي بطولة إفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة الحالية على منتخب ليبيا بنتيجة 39.15 في مباراة شهدت سيطرة مطلقة للفراعنة وكان منتخب شباب كرة اليد قد حسم تأهل إلى ربع نهائي كأول مجموعته بعد الفوز على المهرب بنتيجة 29.27 في إطار ثالثة أو ثالثة مواجهاته في البطولة التي تستمر حتى السادس عشر من سبتمبر الجاري ختام موجز الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستجمال باقي باقي فقرات صباح الخير يا مصر